قررت من البداية أن تكون المعركة دبلوماسية وقانونية وهي كانت واثقة من حقها التاريخي على هذه الأرض وانتصرنا بالفعل وكان التحكيم الدولي هو طرف أساسي استردينا كل شبر من أراضينا الحقيقة يعني توصيف معركة أنا هتفق مع هذه فيها أيضا احنا كنا فعلا داخلين معركة معركة للانتصار بالحصول على الحق دي حقنا ودي أرضنا فعلا كنا خارجين من حق آخر بزل في القوات المسلحة المصرية في ملحمة رائعة حرب أكتوبر 73 حرارت كل سيناء ومع معهدة السلام قدرنا أن نحن نحصل على باقي المساحات الأرض المصرية في كل ربوع شبه جزيرة سيناء وباقي الطابة هذه المساحة الصغيرة متنازعة عليها لكن الحقيقة كان حقنا التاريخي يعني في أدينا وفي إراضتنا في أن احنا هنخوض معركة أخرى قانونية وديبلوماسية من أجل الحصول على هذه القطعة الصغيرة لكنها كما أشرنا قطعة غالية جدا هي قطعة صغيرة بالفعل ولكن طابة برضا عشان نعرف الناس أكتر لها أهمية سياحية اقتصادية سياسية لها أهمية على كافة المستويات موقعها طبعا مهم ومش هنتكلم عن السياحة لأنها هي بينة يعني بينة ومعروفة ولكن لها أهمية كمان اقتصادية وسياسية كبيرة جدا ده صحيح يعني احنا بنتكلم على منطقة يعني فعلا في نقطة مهمة من قاتل جغرافيا المصرية كان اليقين والعقيدة لدى المفاوض المصري ولدى اللجنة القانونية المصرية التي تشكلت كي تخوض هذه المعركة الدبلوماسية كان عندها كل الإثباتات والأدلة والبراهين والوثائق اللي بتثبت حقنا في هذه الأرض ما كناش راحين هذه المعركة لأنها قطعة من الجنة فعلا كما احنا شايفينها وكما احنا متعايشين معها من أول ما وصلنا فيها لكن هي نقطة استراتيجية مهمة جدا لشبه جزيرة سيناء وللحدود المصرية بالكامل يقين الانتصار كما كان موجود لدى المقاتل والجندي المصري لخط حرب 73 وأيضا حفاظا على كل التضحيات ودماء الشهداء اللي ارتوت بيها رمال سيناء كنا على العهد بأن احنا نوفي هذا الحق وهذا التكريم اللي هو كرم مصر كله وكرم تاريخ مصر بالنخاض حرب اكتوبر 73 على هذه الارض ان احنا ننهي هذا الفصل بانتصار كامل متكامل بعودة الطابة اللي احنا بنحتفل النهاردة بدكراها بعودتها ورفع العالم المصري عليها وانضمامها الى الجسد المصري الكبير الدولة المصرية شعوب العالم كلها دكتور خالد بتمر بانتصارات وهزائم ولكن دائما هناك دروس مستفادة واحنا دايما بنقول انه هذه الاحتفالات ليست يعني للتفخر ولكن هي بتدينا قوة للمستقبل اهمية ان احنا نعلم الاجيال الجديدة يعني هذه المعركة او ماذا كان يحدث في الكواليس وكيف ادرت مصر هذه المعركة قانونيا ودبلوماسيا بهذه الحرفية ويعني براعة بقى المفاوضة المصري لو فعلا بنتكلم على مجموعة من الدروس المستفادة يبقى احنا هنا بنتكلم على ان الارادة الوطنية كانت هي الشعار المرفوع دوما لدى القوات المسلحة اللي اطلقت هذه المعركة في السادس من اكتوبر ثلاثة وسبعين واللي هي الحقيقة دائما عندما نحتفل بعودة طابة تكون بداية القصة وبداية الدرس من قصة العبور ومن ملحمة كبيرة جدا جدا شارك فيها القوات المسلحة وشارك فيها الشعب المصري كله كل الشعب المصري كان ممثل في القوات المسلحة اثناء حرب اكتوبر ما كانش فيه بيت مصري ما كانش فيه شاب مصري الا هو موجود فيه داخل مرحلة التجنيد من اجل استعادة وتحرير الارض المصرية دائما حضريك اشارتي كان هناك هزيمة وكان هناك احتلال غير قانوني وغير شرعي وسخرت كل الجهود المصرية بشريا قبل ان تكون ماديا من اجل استعادة وتحرير الارض كانت مهمة وطنية الحقيقة كانت موجودة لدى المصريين جميعا ست سنوات كاملة خاط فيها المقاتل والجندي والضابط والقائد المصري ملحمة كبيرة جدا انتهت او بدأت تظهر للعالم في 6 اكتوبر 73 دخل سيناء وقام بمهمته وحرر الارض وانتصر نصرا عسكريا اعتقد انه نفخر به جميعا على صفحات التاريخ من خبرة المفاوض المصري وحنكته وذكاؤه وقدرته على تفاوض بهذه البرعه دايما بنقول ان التفاوض هو جزء من الحرب يحتاج الى ادلة يحتاج الى مستندات يحتاج الى اوراق دور هنا اعضاء اللجنة العلية القومية لاسترداد طبقا ايه؟ ده الفصل التاني فصل تاني بالزبط فصل تاني وفصل بنعتبر استكمال للمعركة وانا مهتم الحقيقة باللي حضرتك بتقفي عنده اللي هو ايه اسلحة بقى هذه اللجنة الاسلحة دي كانت اسلحة من نوع مختلف لكنها كانت لا تقل عن سلاح الحرب اسلحة بالوثائق فعلا اسلحة بالمعلومات هنا بنتكلم على اجهزة المخابرات المصرية العسكرية والعامة بنتكلم على مجموعة من الخبراء القانونيين بنتكلم على كتيبة كاملة بتعد ملف معلوماتي وملف قانوني بنتكلم على اسادزة في التاريخ بنتكلم على مجموعة قدرت انها توصل لكل وثيقة تثبت حقنا في هذه المساحة من الارض من القرن الماضي من اول عام 1800 والخرائط والادلة والوثائق اللي بتقول ان حدود مصر الدولية المعترف بيها وفق القرارات الدولية بتبدأ عند اي نقطة وبتنتهي عند اي نقطة وان هذه المساحة جمعها التسلح بالمعلومات وبالاسانيد واعداد المذكرات كي ندخل الى التحكيم الدولي وكي نقنع هيئة المحكمة امام يعني شراسة المنافسة والنزاع الكبير جدا اللي كانت الاطراف الاخرى بتحاول تنازعنا في هذا الحق قوة الملف وقوة اداءنا باسدتنا اعضاء اللجنة وزي ما بقول بدأنا من اجهزة المخابرات ووصلنا الى القانونيين والى اللي طرحوا الملف والديبلوماسيين ايضا اللي كانوا موجودين وحاضرين ابناء المدرسة الدبلوماسية المصرية في قاعات المحكمة انتزعت حقنا واكدت عليه بالحكم التاريخي اللي صدر باستعادة هذه الارت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة